موسيقى مجزء لهم الانباء اهلا بكم اعلنت حركة المقاومة الاسلامية حماس موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وذكرت الحركة في بيال الهان رئيس المكتب السياسي لحماس اجر اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري ومع وزير المخابرات المصرية وابلغهما موافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف اطلاق النار اسماعيل هنيا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اجر اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل وابلغهما موافقة حركة حماس على مقترحيما بشأن اتفاق وقف اطلاق النار الاثنين هذا واعلنت حركة المقاومة الاسلامية حماس عن إفاد بعتة جديدة الى القاهرة غدا الثلاثاء لاستكمال المباحثات المتعلقة باتفاق وقف اطلاق النار في غزة وادرجت الحركة الخطوة ضمن ما سمته التعامل الإيجابي لقيادة حماس عند دراستها مقترح وقف اطلاق النار إن الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف اطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا فإن هذا هبة الى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل الى اتفاق وفي ذوء الاتصالات الاخيرة مع الاخوة الوسطائي في مصر وقطر سيتوجه الثلاثاء وفد حماس الى القاهرة لاستكمال المباحثات شن طيران الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الثلاثة غارة على مدينة رفح وشهدت مدينة غزة غارة طالت شمالها في محيط منطقة اليرموك وشرقي جباليا وبيت لاهية وبيت حانون ما أصفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين وأفذت وكالة الانباء الفلسطينية باستشهاد خمسة مواطنين في قصف صهيوني استهدف حي الجنينة شرق مدينة رفح ووسطها وضفدت المصادر نقوة الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية لبلدتي بيت حانون وجباليا شمالي قطاع غزة كما شن الطيران الحربي عدة غارة في مدينة غزة وشمالها وفي محيط منطقة اليرموك وشرقي جباليا حيث استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في حي الصبر جنبي مدينة غزة واستشهد مواطن وأصيب آخر في قصف استهدف منزلا بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أي عملية عسكرية في مدينة رفح جنبي قطاع غزة ستفاقم الكارثة الإنسانية وأن النزوح الجديد سيضاعف مستويات الجوع وقالت مارغري تاريس المتحدثة باسم المنظمة في بيان إنه وبالنظر إلى الظروف المعيشية المحفوفة بالمخاطر بالفعل والنظام الصحي المعطل فإن أي عملية في رفح ستزيد بشكل كبير من الكارثة الإنسانية وتدفع عملية غاثة الهشة بالفعل إلى نقطة الانهيار وحذرت تاريس من أن موجة جديدة من النزوح ستؤدي إلى تفاقم الاكتظاد وتقييد الوصول إلى الغذاء والمياه والخدمات الصحية والصرف الصحي مما يؤدي إلى زيادة التفشي الأمراض وتفاقم مستويات الجوع وخسارة إضافية في الأرواح إلى ذلك ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكار تورك أمس الاثنين بترحيل المدنيين من رفح محفظا من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى إلى مزيد من الوفايات والمعاناة وتفاقم الضمار وسط وضع قاتم بالفعل وقال المفوضة السامية أن سكان غزة لا يزالون يتعرضون للقنابل والأمراض وحتى المجاعة وضف المسؤول الأممي أن هذا الأمر غير إنساني ويتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الذي يضع الحماية الفعالة للمدنيين في مقدمة أولويته ونبه فولكر تورك إلى أن انتقال مئات الألاف قصرا من رفح إلى مناطق سوية بالأرض حيث لا يتوفر لهم سوى القليل من المأوى حيث تنعدم إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة أمر لا يمكن تصوره ولن يعرضهم سوى لمزيد من الخطر والباس ختم الموجز لمزيد من الأخبار يمكنكم التواصل معنا عبر المنصة الظاهرة أسفل الشاشة السلام عليكم اشتركوا في القناة